بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أدرس 144 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الوضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته قال الشيخ رحمه الله في الحديث عن ما يذكر من المنافع في البدع وأما ما فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة ثم مضى يبين ذلك قال منها مع ما تقدم من المفاسد والله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا احتج محتج من المبتدعة على أن البدع فيها منفعة نعم فنقول ليس كل شيء فيه منفعة يؤخذ على علاته حتى يقارن بين ما فيه من المنفعة والمضرة فإذا كانت المضرة راجحة فهذا الشيء حرام وإن كانت المضرة مرجوحة والمنفعة هرجح فهذا الشيء حلال هذه هي القاعدة والبدع أضرارها أكثر من منافعه لو قدر أن فيها منافع فأضرارها أكثر من منافعها مما سيبينه الشيخ إن شاء الله نعم قال منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن البدعة مضارها أكثر من منافعها لو قدر أن فيها منافع من ذلك هذه الجزئية أن القلوب تستعذبها تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن أن القلوب إذا ألفت البدعة اندرجت معها وهجرت السنن وهذا من أعظم المضار هذا من أعظم المضار أن الناس إذا فتح لهم باب الابتدع فسينساقون مع البدع لأن نفوسهم تميلوا إليها ولأن الشيطان يرغبهم فيها ولأن دعاة السوء يروجونها فإذا فتح هذا الباب فإنها تدفن السنن ولا تطلب أبدا وهذا من أعظم الأضرار في البدع أنها تصد عن السنن حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس والخطر الكبير على العامة الذين ليس عندهم علم فإنهم يميلون مع البدع ويرغبونها كثيرا لأنهم ليس عندهم علم يفريقون به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة فتميل نفوسهم إلى هذه البدع لأسيما وقد يجدون فيها أشياء من مطامعهم ورغباتهم فعند ذلك يستهونها وهذا من أعظم الضرر في البدع ومنها أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ورغبتهم فيها نعم وكذلك من مضار البدع أنها تنقص الرغبة حتى في الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده فيعتاضون عن الفرائض بالبدع نعم المحدثة نعم والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي حب إلي مما افترضته عليه عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه والمراد النوافل المشروعة نعم فهؤلاء المبتدعة ومن تابعهم هي يرجحون البدع على الفرائض فتجد منهم من يعتني بالبدع ولا يصلي الجمعة نعم ولا يصلي الجماعة نعم بل قد لا يصلي أبدا ويقول يغنيني أن مثلا أن يعمل في الأسبوع كذا أو في السنة كذا وقد وجد هذا وجد من لا يصلي لا فرض ولا نافلة ويقول يكفيني أني أقيم احتفال على مدار السنة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لي فلا أحتاج إلى عمل وإلى فرائض ونوافل وأتعب أينهم قال فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن حتى نعم تجد المبتدعة يكون لهم من الخوف والرغبة والبكى والتضرع ما لم يكن لهم في الفرائض وفي المساجد فتجدهم يبكون عند القبور ويتضرعون عند القبور ويصبرون الليالي والأيام معتكفين عندها في حين أنهم لا يتجهون إلى المساجد ولا يؤدون الفرائض مع المسلمين فهذا من مضار للبدع أنها تصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى طاعة الشيطان حتى كأنه يفعل هذه أي البدع عبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة وهذا عكس الدين هذا عكس الدين أنه تجعل العبادة من العادات ولا يجد لها لذة لا يجد لها لذة في قلبه بينما في البدعة يجد لذة في قلبه وراحة لنفسه وانشراح لصدره وغير ذلك من الوبهات والفخفخات فهو يتخذ البدعة عبادة ويتخذ السنة حتى الفرائض من باب العادة قد يفعلها من باب العادة لأن الناس يفعلونها ولا يجرؤ أنه خال في الناس فيجامل ويصلي مع الناس في حين أن البدعة هرغب إليه وأحب إلى نفسه قال وهذا عكس الدين فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائد هذا يبينه الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لا أعطينها ولئن استعاذني لا أعيدنها وما ترددت في شيئا أنا فاعله ترددي في قفض روح قال بعبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته هذه الفرائض والنوافل المشروعة هذه فوائدها نعم فكيف تقارن بالبدع الساقطة المرفوضة التي هي من حياكة شياطين الجن والإنس فتقدم البدع على الفرائض والسنن البدع التي شرعها الشيطان وعلى الفرائض والسنن التي شرعها الرحمن نعم لكن هذا من انتكاس القلوب وهذه عقوبة لهم في الحقيقة أن هذه عقوبة لهم فالإنسان إذا ترك الحق يبتلي بالباطل نعم قال وإن لم يفوته هذا كله فلابد أن يفوته كماله يعني لو لم يفوته فضل الفرائض والنوافل المشروعة فاته الكمال نعم وتمام الأجر لكن الغالب أنه يفوته كل الأجر وكل الثواب في الفرائض والنوافل لأنه لا يفعلها عباده وإنما يفعلها عادة نعم ومجاملة مع الناس وليس لها قيمة عنده ولا يجد لها حلاوة ولذة نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ومنها ما في ذلك من مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا ومن مضار البدع أنه يتحول المعروف الذي أمر الله به ورسوله من الطاعات والعبادات والفرائض والسنن إلى منكر نعم ويتحول المنكر الذي هو البدع والمحدثات إلى معروف فالآن إذا نهيتهم عن البدع وأمرتهم بالفرائض والنوافل المشروعة يعكسون عليك الأمر أن تكره الخير أن تبغضه للخير أنت وأنت فهم اتخذوا المعروفة منكرا والمنكر معروفا قد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان تغير الأمور فيتخذ تتخذ البدع سنة فيقال إذا غيرت البدع قالوا غيرت السنة نعم وجهالت قالوا وجهالت أكثر الناس بدين المرسلين نعم وهذا من الأضرار أن الناس إذا اشتغلوا بالبدع انصرفوا عن العلم النافع ومعرفة دين المرسلين والنبيين نعم إلى دين الشياطين والخرافيين والمبتدعين فيقولون رأى فلان في النوم كذا حكاية أن فلان عمل كذا فحصل له كذا أو على أحاديث موضوعة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عمدتهم إما حكايات مكذوبة ومتخيلة وإما منامات شيطانية وإما أحاديث موضوعة نعم وانتشاء زرع الجاهلية نعم تعود الجاهلية إذا اتخذت البدع تحول الدين وعادت الجاهلية فالجاهلية كانوا على بدع كانوا يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار وهذا مما ابتدعوه في دين الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة فهم ابتدعوا الشرك مع المخلوقين ومع الأشجار والأحجار يطلبون منها ما يطلب من الله سبحانه وتعالى ويقولون أنها تشفع لنا عند الله فهكذا دين الجاهلية فإذا افسح المجال للبدع والمبتدعة في دين الإسلام فإنها تعود الجاهلية ولهذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية والبدع من الجاهلية فإذا أتيح لها الفرصة ولأهلها فإنها تعود الجاهلية الأولى نعم قال رحمه الله ومنها اجتمالها على أنواع من المكرهات في الشريعة مثل تأخير الفطور وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة والمبادرة إلى تعجيلها نعم ومنها مضار البدع نعم مضار البدع نعم اجتمالها على أنواع من المكرهات في الشريعة نعم مثل تأخير الفطور نعم تأخير الفطور الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصايم هناك من المبتدع من يؤخر يقول ما ما بعد جاء الليل ويؤخر الإفطار إلى أن تشتبك النجوم ويظلم الجو ويقولها إن هذا من باب الاحتياط ومن باب العبادة وهذا بدعة هذا بدعة مكروه وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة فهؤلاء خالفوا ما يحبه الله سبحانه وتعالى وأخروا الإفطار وهذا بدعة مكروهة والسنة تعجيل الفطر تأخير السحور وتعجيل الفطر هذا هو السنة نعم وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة والمبادرة إلى تعجيلها نعم ومن البدع أنهم السنة أن العشاء الآخرة تؤخر أنها تؤخر فمنهم من يعجلها حتى قد يكون ما دخل وقتها نعم وهذا من المكروهات والبدع نعم والسجود بعد السلام لغير سهم كذلك بعضهم إذا أدى الفريضة يسجد بعد السلام يقول احتياط يمكن النساهي وهذا بدعة ما أنزل الله بهذا من السلطان بل منهم من يعيد الصلاة كاملة إذا سلم الناس قام وصلى صلاة كاملة يقول خاف أن الصلاة فيها شيء خاف أنه إذا صلى الجمعة يقوم يأتي بظهر ويقول أخشى أن الجمعة ما صحت وأنها مقتل فيها شرط هذا كله من البدع المحدثة التي زينها الشياطين شياطين الإنس والجن لهؤلاء الجهال والموسوسين نعم وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها وكذلك من البدع أنواع من الأذكار الأذكار مشروعة ذكر الله جل وعلا لكن بالصياغ الواردة في الكتاب والسنة فمنهم من يحدث أذكارا لا أصل لها مثل الأناشيد عند الصوفية تخذونها من الأذكار تقرفون إلى الله بالأغاني ويقولون هذه من الأذكار ومنها أن غلاتهم لا يقول لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد وإنما يقول هو 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 أو الله 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 هذه يعتبرونه ذكر وهو ليس ذكرا لله سبحانه وتعالى لأن ذكر الله لا بد يكون بجملة مفيدة مثل لا إله إلا الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله لا بد أن يكون جملة مفيدة أما الاسم المفرد الاسم الظاهر أو الضمير فهذا لا يكون ذكرا لله سبحانه وتعالى نعم قال إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته نعم إلى غير ذلك من المفاسد في البدع وقد ذكر كثيرا من مضارها كنموذج وإلا فمضارها كثيرة حسبك أنها لم يشرعها الله ولا رسوله ولو كان فيها خير يشرعها لنا ربنا وشرعها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وهذه أعظم مضارة الله أمرنا باتباع الكتاب والسنة أمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فالعبادة بالاتباع فإذا أتيحت الغرصة للبدع والمبتدعة تضاعف هذا الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وصار الاتباع للمبتدعة وليأصحاب الأهوى فتحول اتباع الرسول إلى اتباع غيره لأن البدعة ليست مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هي مما جاء به غير الرسول صلى الله عليه وسلم فمن فعلها وداوم عليها وأحبها فإنه ينخلع من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اتباع غيره من الخرافيين والدجالين قال منها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم وذلك أن صاحبها ليس على صراط مستقيم والله جل وعلا قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين فالله جل وعلا شرع لنا أن نسأله الهداية لصراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن نستعيذ به من طريق المغضوب عليهم والظالين والظالون هم الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات وهم النصارى الذين أحدثوا الرهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فالابتداء من شأن النصارى يغلب عليهم وأما التساهل والتفريط فمن شأن اليهود فلذلك صار مغضوبا عليهم والعياذ بالله قال وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان وهذه آفة عظيمة في المفتدعة أنهم إذا أعطوا رغباتهم ومشأوا على رغباتهم في العبادات وما يستحسنونه أو يستحسنه غيرهم رأوا بذلك حرية وخروجا من طاعة غيرهم من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فكونهم هم الذين يخططون لأنفسهم في العبادة أرغب عليهم من كون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخط لهم الطريق والمنهج النفوس مبلوة بالكبر فهي لا تحب الخضوع لغيرها تحب شيئا هي التي تبتكره وتبتدعه وهذا شأن المبتدع قال رحمه الله كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه نعم إلا لكبر في نفسه عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يريد أن يتخذ لنفسه منهجا هو الذي يبتكره ولا يدخل فيه تحت أمرة غيره ولهذا سهلت عليهم البدع لأنهم يدخلون تحت أمرة أنفسهم وتخطيطهم ولا يدخلون تحت أمرة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه نعم قال ثم هذا مظنة لغيره فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصير فيه من الكبر وضاعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد فإذا استكبر القلب عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وخضع لاتباع هواه واتباع المظلين فحينئذ ينسلخ من الدين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله فإن الله لا يحب لا يحب الكافرين نعم ويصير ما فيه من الكبر وضعف الإيمان ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نعم هم في هذه البدع يحسبون أنهم يتقربون إلى الله وأنهم يجدون فيها لذة وراحة لقلوبهم لما يزينه الشيطان لهم شياطين الإنس والجن فينخلعون من طاعة الله إلى طاعة غيره وبدل أن يكونوا عبادا لله مطيعين له يكونون عبادا لغيره مطيعين لهم كما قال الإمام بن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبولوا برق النفس والشيطان هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله سبحانه وتعالى فبولوا برق النفس والشيطان فالإنسان عبد ولابد إذا لم يكن عبدا لله صار عبدا لغيره صار عبدا لغيره قد يكون عبدا للشيطان عبدا للسلطان عبدا للشهوات عبدا للهوى نعم سهلا الله إليكم قال ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاهز التي توجده في كل النوعين المحدثين النوع الذي فيه مشابهة والنوع الذي لا مشابهة فيه تقدم هذا في كلام الشيخ رحمه الله على أعياد الكفار وأن المسلمين نهوا عنها ونقلوا منها إلى العيدين الشرعيين عيد الفطر وعيد الأضحى لما فيهما من الخير والذكر لله عز وجل والعبادة لله والفرح بطاعة الله عز وجل فهم نقلوا من أعياد الكفار لما فيها من الشك والشرك والكهر وظلمات القلوب وغير ذلك فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى قال هو الكلام في ذنب البدع لما كان مقررا في غير هذا الموضع لم نطل النفس في تقريره بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم رحمه الله مع هذا يعتذر ويقول أن ثقيق ذيق الوقت لا يتسع للاستطراد في ذكر مذام البدع ومضارها ويخيل على غيره من كتبه وهذا موجود في الفتاة الكبرى موجود كلامه عن البدع والمحدثات بأسلوب طويل رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فقد بين ووضح وجدد لهذه الأمة أمر دينها وحارب البدع وصبر وصابر وتعرض للأذى ولا يزال المبتدع والخرافيون يؤذونه الآن ويسبونه ويصفونه بالأوصاف وهذا مما يرفع الله به درجاته عنده وهذا الدليل على غيظهم وحقدهم لأنه رحمه الله رحمه الله سحب البصاط من تحت أرجلهم وبيّن مخازيهم فهم ينتصرون لأنفسهم من هذا العالم الجليل نعم حسن الله إليكم رحمه الله وتقبل منه قال رحمه الله فصل قد تقدم أن العيد يكون اسم لنفس المكان ولنفس الزمان ولنفس الاجتماع وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء أما الزمان فثلاثة أنواع لا تقدم أن العيد ثلاثة أنواع نعم العيد الزماني كعيد الفطر وعيد الأضحى الأضحى ويوم الجمعة هذا عيد زماني عيد مكاني كالمساجد والمشاعر مشاعر الحج والعمرة التي يجتمع فيها الناس لعبادة الله وحده على مدار يعني بعد على رأس السنة نعم في كل سنة مرة الحج وأما العمرة فعلى مدار السنة لكن الذهاب إلى مكة وإلى المشاعر وإلى الكعبة هذه أعياد مكانية للمسلمين أعياد مكانية للمسلمين كما أن للمبتدعة أعياد مكانية أيضاً عند القبور وعند الأضرحة وعند تجمعاتهم الجاهلية وكذلك فالعيد ثلاثة أنواع عيد زماني وعيد مكاني وعيد اجتماعي اجتماعي ينعقد على مدار السنة أو الشهر أو الأسبوع ويعيدونه ويكررون هذا الاجتماع فهذا نوع من العيد نعم لأن العيد اسم لما يتكرر ويعود بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع نعم قال أما الزمان فثلاثة أنواع ويدخل فيها بعض بداعي أعياد المكان والأفعال أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلاً ولم يكن له ذكر في السلف ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه مثل أول خميس من رجب نعم الأعياد الزمانية المبتدعة مثل أول خميس من رجب يعظمونه شهر رجب شهر من شهور الله وهو من الأشهر الحرم لكن لم يثبت له فضيلة خاصة على غيره من الشهور فلا يخص بعباده صيام أو صلاة أو قيام لكن هم يخصون أول خميس منه ويخصون أول جمعة منه نعم قال مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب نعم صلاة الرغائب أول جمعة ليلة أول جمعة من رجب يصلون فيها صلاة طويلة يسمونها صلاة الرغائب وهي مبتدعة لا أصل لها نعم فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حلث في الإسلام بعد المائة الرابعة بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ورؤي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسمى عند الجاهليين بصلاة الرغائب نعم حديث موضوع يرغب فيه وهم كما ذكرنا قريبا أنهم يعتمدون على الأحاديث الموضوع المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركون الأحاديث الصحيحة الصريحة تجنبونها ويحاربونها فهم يعتمدون على الأحاديث الموضوعات والحمد لله أن العلماء والحفاظ حاصروا هذه الموضوعات وبيّنوها ودوّنوها في كتب الحمد لله اسمها الموضوعات مثل الموضوعات لابن الجوزي وغيره منها فهم حاصرواها لكن هؤلاء ينبشونها ويستدلون بها ولا يرجعون إلى صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو السنن الأربع أو مسند الإمام أحمد أو غيرها من الأحاديث الصحيحة وإنما يرجعون إلى هذه الموضوعات الأحاديث الموضوعات فينبشونها مع أن العلماء قبروها لكن هم ينبشونها ويروجونها ويطبعونها ويحققونها أيضا ليحيوا هذه البدع ولكل قوم وارث نعم وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم بيان الباطل في صلاة الرغائب نعم قد يكون من بعض الفقهاء من يراقب في هذا من باب التقليد لمن سبقوه دون تفحص ودراسة لهذا الأمر وتثبت فيه نعم قال رحمه الله والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم عن هذه الصلاة المحدثة وسندع هذا إلى لقائنا القادم إن شاء الله لنهاية لقائنا اليوم دونه فشكر الله لشيخنا الشيخ صالح الفوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح البيان وشكر لأخوة المستمعين ما تكرموا به أيضا ونفعنا وإياهم بما نقول ونسمع في نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصلاة المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نسأل الله أن يجدد اللقاء لنا ولكم بخير وهذه في الختام تحية مهانس الصوت عبدالله السلولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر